في أي من دول العالم حين يتفوق أحد من المواطنين في مجال ما فطبيعي أن يلقى الدعم من الدولة تحفيزا له من أجل مزيد من الإنجاز والتفوق لكن الأمر في العراق يختلف فالحكومة لا تلقي بالا لتفوق أحد والسياسيون منشغلون بتحصيل المصالح الحزبية والشخصية ولو على حساب المواطن العراقي سالي عباس طالبة بصرية فازت بالمركز الأول في بطولة العرب للشطرنج في الفئات العمرية دون سن العشرين عاما والتي اختتمت في العاصمة الأردنية عمان سالي لم تفز للمرة الأولى فقد حصلت على العديد من البطولات المحلية والعربية والدولية حصلت على بطولة العراق اللي هي أول بطولة عراق أخذتها عمري سبع سنين بعدين شاركت بطولة العرب عمري ثمان سنين وأخذت أول ذهبية إلي باعتبار أنا الآن لخمس ذهبيات على العرب وبرونزية وفضية والسام وبرونزية على مدارس آسيا وشاركت بأغلب من بطولات أولمبيات العالم وشاركت معنا هذه الاتصالات بأكثر من بطولات غرب آسيا بالطبع لعب الأب دورا كبيرا في تنمية مهارات سالي لا سيما أنه الأب والمدرب في الوقت ذاته غير أنه يشكو من الإهمال واللا مبالات من جانب الحكومة لسالي ولكل متفوق العراق حقيقة نحن لا يوجد دعم لهذه المواحد ونفتقر أنه لا دعم لا احتضان وحقيقة نلاحظ أنه بعض الدول هناك اهتمام باللاعبين وعلى الرغم من ذلك الإهمال تسعى سالي إلى مزيد من الإنجاز بالحصول على مرتبة أستاذة دولية كبيرة وهي مرتبة متقدمة في الشطرنج كما تسعى إلى مواصلة تفوقها الدراسي كما هي متفوقة في لعبتها التي عشقتها ترجمة نانسي قنقر